السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام رؤية الطعمية في المنام تدل على الأرباح والفوائد من الأعمال والمشاريع التي يعمل بها الرأي فمن رأى أقراص الفلاف الغير المقلية في الحلم فهذا يدل على رزقه المؤجل وإذا رأيت قرص الفلاف الصغير في المنام فهذا يدل على زوال هم وغم أما رؤية أقراص طعمية كبيرة في الحلم فتدل على السعة والسرور وترمز رؤية عجين طعمية في المنام إلى التهيئ للدخول بتجارب رابحة رؤية صاندويتش الفلاف في المنام تدل على التعب الكبير في تحصيل الرزق ومن رأى أنه يحضر صاندويتش طعمية بالخبز العربي في الحلم فهذا يدل على مال مبارك ورؤية عمل صاندويتش الفلاف بالصمون في المنام تدل على محدودية الرزق فيما شراء طعمية في المنام دليل على الدخول بالتجارة تحتاج عملا وتعبا كبير ومن رأى أنه يشتري طعمية بالسمسم في الحلم فهذا يدل على الشراكات الرابحة وشراء الفلافل بالحمص في المنام يدل على المساعي الموفقة والناجحة عمل طعمية في المنام دليل على تحصيل الرزق والكفاءة به ومن رأى أنه يحضر عجينة الفلافل في الحلم فهذا يدل على التهيئ للبداية بعمل جديد والله أعلم فيما أكل الفلافل في المنام يدل على تحصيل الرأي ثمرة تعابه وشقها ومن رأى أنه يأكل الفلافل المقلية في الحلم فهذا يدل على الوصول للراحة بعد تعاب كبير إعطاء الطعمية في المنام دليل عن مساعدة الآخرين ومن رأى أنه يعطي الطعمية لشخص يعرفه في الحلم فهذا يدل على الوقوف يجانبه في أزمة يمر بها رؤية الفلافل مع الميت في المنام تدل على حسن الدين والطاعة ومن رأى شخصا ميتا يأكل الفلافل في الحلم فهذا يدل على نيله المغفرة والرحمة من الله تعالى فيما رؤية الفلافل في المنام للرجل تدل على الخير والرزق وإذا رأى الرجل أنه يأكل الطعمية في الحلم فإنه يكسب مالا بعد تهب وجهد فيما رؤية الفلافل في المنام للعزباء يدل على السعادة والسرور وإذا رأى الفتاة العزباء أنه تأكل الفلافل في الحلم فهذا يدل على تحقيق مرادها والله أعلم أما رؤية الفلافل في المنام المتزوجة فيدل على استقرار معيشة وإذا رأى المرأة المتزوجة أنها تأكل الطعمية في الحلم فهذا يدل على الفرح ببناء عائلة ناجحة فيما رؤية الفلافل في المنام للمرأة الحامل فتدل على الصحة والعفية وإذا رأت المرأة الحامل أنها تأكل الفلافل المقرمشة في الحلم فهذا يدل على مواجهتها بعض المتاعب فيما رؤية الفلافل في المنام المطلقة فيدل على الخير والصلاح وإذا رأيت المرأة المطلقة أنها تأكل الفلافل والفول في الحلم فهذا يدل على تعدد مصادر رزقها والله أعلم هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد إن شاء الله